بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكنا ورطوني النهاردة حلقتنا لطيفة وخفيفة هنحكي فيها عن كام موقف طريف اتعرضت لي الفنانة الراقصة المصرية نجوة فؤاد حكايات نجوة فؤاد كتيرة مع الزعماء ومع السياسيين هنبدأ بحكاية كده مع الرئيس المصر الراحل جمال عبد الناصر روت قصتها قائلة في حوار كان لنجوة فؤاد مع برنامج واحد من الناس وقصت فيها القصة دي بتقول رقص في فرح مونة بنت عبد الناصر وأشرف مروان في حديقة عبد الناصر وكانت من عشاء عبد الناصر وبتقول كمان ان الشؤون المعنوية هي اللي طلبت الفنانة نجوة فؤاد علشان ترقصه الفرح وقالت اخدونا في باص واردت نقدم طبعا حاجة جديدة في فقرتي طبعا هترقص فرح بنت جمال عبد الناصر قعدت تفكر ماذا اقدم في فرح ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان لها رغبة ان هي تعمل حاجة جديدة ومختلفة وقالت عملت حاجة لكن بصراحة بقت خالدة في زاكرتي قالولي فيه اغنية بتقول زغروطة حلوة رنت في بيتنا وطبعا كلنا عارفين الاغنية دي هيروح على طول القرال مزغرطين وراها على طول بس انتي بقى قالولها طيار شوية حمام ابيض كده حلوين على سبيل يعني التجديد نجوة فؤاد مكدبتش خبر وخدت معاها سرت فيه حوالي ستة وخمسين حمامة صغيرة وقالت وانا برقص فعلا كان محمد سالم هو المخرج وراح طيار الحمام ورايا هم بقى افتكروها ان هي عملت قنابل زرية والقنابل دي فرقعت في السماء وفجأة لقت السطارة اتقفلت اتقفلت السطارة على نجوة فؤاد وقالت معرفش مين اللي جير قعني ألا مين على وشي قالت قعدت عاية تواصرخ معرفش ايه اللي حصل بالزبط ده اكيد حد من المسؤولين اكيد في المخابرات ازاي بقى بعد ما فوقوها واقوم عليها ازاي ان هي تعمل كده من غير ما تستأذن الموضوع وصل للرئيس الراحل جمال عبد الماصر راح على طول اخذ موقف في الحياة وقال لهم في ثانيتها تجيلي دلوقت حطوا بلطوا قبيضة على كتف نجوة فؤاد ويعنيها طبعا كان نازل منها المكياج والمكياج كله كان ساح قالت انا كان شكلي عامل زي شرلي شابل قال لي يا بنتي يا حبيبتي وطبطب علي نجوة فؤاد بتحكي ان الرئيس جمال عبد الناصر عمل لها كده يعني ما تزعليش انا عارف ان انت قصدك حاجة حلوة وقصدق خير العروسة بتشكرك جدا والعريس بيشكرك وراح ادالها 500 جنيه طبعا 500 جنيه في الوقت ده كان مبلغ كبير قالت مع اننا كنا رايحين ببلاش قالت لقيت الظرف ابيض جالي كده وفي رئيس بعيت لي 500 جنيه والمبلغ ده كان كبير وطبعا السنة دي كانت 1966 اما في عهد انور السادات علي سالم اختارها عشان ترس افراح ابناء السادات الله يرحمه طبعا كانت قصتها مش مختلفة كتير نجوة فؤاد بتقول صفق لي السادات رئيس السادات وارسل لها ورقة على المسرح الورقة دي طبعا كانت لها قيمة كبيرة في الوقت ده قالت كنت بقدم طب له اسمه علي لوز بيقول طبعا اللي كلنا عارفين الاغنية دي حلويتها زيدة حتة يكلوها الساعة 6 قالت كان بيحبها جدا انور السادات وكمان زوجته سيدة جهان السادات كانت بتحب الاسفارات ده فقالت كنت كل ما بقابلهم في اي فرح من الافراح وخصصا افراح الرؤسة كانوا بيطلبوا منها ان هي تروس على الاغنية دي وبتقول لها على المقابل الرأس اللي كانت بتاخدوا منهم ما كانتش بتتقاضى اجل لكن كان بيبعت لها صورة موقع على الصورة يعني اسم السادات وقالت دي كانت بتمثل قيمة كبيرة في الوقت ده وقالت كمان كان بالاضافة الى هدايا يعني كانوا بيبعتولها هدايا قالت بعد كده اصبحت ارقص في كل حفلاتهم الخاصة يعني كانت بتروس في كل حفلات انور السادات وسيدة جهان السادات الخاصة او العامة السيدة جهان السادات كانت بيحبها جدا وكانت بتطلبها لما هي كانت بتقيم اي حفل عشاء حريمي كانت بتجيب على طول نجمة فؤاد ترقص فسألوها سؤال اذا كنت بتعتبر نفسك رواقصة الرئاسة في الفترة دي فردت بالاجاب طبعا ايوة كان حبهم لي اعطاني دفع كبيرة في حياتي كمان استعام بيها الرئيس السادات ايضا ترقص في الاحتفال بالاتفاقية بالاتفاقية كان بيديفذل اللي كنا عارفينها اللي هي اتأمل في الاسماعيلية وروت نجوة فؤاد قائلة قمت باستعرات خاصة لهم وكان حاضر وزير خارجية الولايات المتحدة هنري كيسنجر وكمان رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي كان يحكي خاصة مع كيسنجر الرجل الذي يعد من اشهر السياسيين في تاريخ العالم الحديث كمان هو كتب عن نجوة فؤاد في مذكراته قال عنها ايه ما زالت منطبعة في مخيلتي لا تفارقني اسناء زيارتي في القاهرة وبعض يوم طويل من مفاوضاته دهاليز السياسة استريح في صهرة احرص فيها على وجود الراقصة المصرية التي يفوتنت بها نجوة فؤاد هو ايه الكلام ده في مذكراته قال كمان ايه كنت اهرص قبل وصول القاهرة على التأكد من الوجود الراقصة الجميلة في مصر اسأل عن اماكن تواجدها حتى اراها كانت تبهرني بل اعتبرها من اهم الاشياء الجميلة التي رأيتها في الوطن العربي ان لم تكن الشيء الوحيد تبعد نجوة حادثها وقالت انا ما كنتش عارف اي حاجة عن معنى السياسة في تلك الايام كنت اعمل في احد الفنادق الكبرى تزوجته من سامي الزغبي وعندما قابلت كيسنجر كنت متزوجة منه ولا تقاليدنا ولا عادتنا ولا دلنا ولا حياتنا تسمح ان احنا نبدي لنفسنا تصريح لعمل اي شيء تاني في الحياة بشكل عشوائي سواء قدام الناس او من ورا الناس ولازم في كل خطوة بغطوها بيكون زوجي معايا وطبعت الكلام وقالت في يوم من الايام كنت داخل المكان اللي انا بشتغل فيه لقيته فاضي خالص يا جماعة في اي ما فيش حد طيب الغي اروح قالوا لا وزارة الخارجية جاي وفي ناس جايين الكلام ده كان سنة 1976 اتلوم طب مين طيب يعني قالوا لي هنري كيسنجر جاي طيب دخلت ألبسه جهست نفسي وبعد كده بصيت لقيت الصالة فيها ناس كتير وطلعت على المصرح وقعدت أرقصه بعد ما خلصت كانوا طبعا ادموني لكيسنجر وكانوا بيترجموا لي اي كلام الراجل ده كان بيقوله وكان كل ما بينزل مصر كان بيسأل على ميسيس فؤاد هي موجودة فين وعلى طول يروح يتفرج عليها واستطردت الكلام قائلة انا فعلا جالي المرافق الخاص بتاع كيسنجر وقال لها ممكن تيجي تتعاشي معانا قالت لأ انا اسفة جدا انا متجوزة ومتجوزة مدير الفند اللي هو قاعد فيه فجيه سامي الزغبي واخدها من ايديها وسلم عليه ومشيه على طول اختتمت بقى حكايتها مع وزير خارجية امريكا الاسبق قالت انا مش زنبي ان واحد من المواجبين بي بيعمل كده طب انا اعمل ايه مفيش سنة ونص عدت اطلقت هي من سامي الزغبي واشتغلت في فندق تاني فلاقت كيسنجر جاي ومعايا وحدة شبه نجوة فؤاد صورة طبق الاصل او قالت بمعنى اصح شبهي بالكربون يعني اتجاوز واحدة شبه نجوة فؤاد لانه كان معجب بيها جدا قالت بس اطول مني بشوية قالوا لي دي المادام بتاعته انزلي باركيلو كان اسمها نانسي نزلت وسلمت عليه وبعتط له فازة مليانة ورد وبعد كده كان اي حد يروح يقابله في باريس او امريكا كان بيقول له ميسيس فؤادة عملا ايه وبيسأل عليها وعلى صحتها هي عايشة ولا ماتت وكان الحب ده من طرف واحد وكمان في ندرة تانية حكيتها نجوة فؤادة عن الحب كيسنجر ليها انه هو قبل ما يسافر من مصر اشترى حصانين وسمى الحصانين واحد نجوة والتاني فؤاد حكايات كتير لرقصات مصر وزعماء سياسيين كتير هننتناولها مع بعض ان شاء الله فعلاقات جاية بس لو عجبتكم حدوتتنا النهاردة موضوعنا تنسوش اللايك واشتير وسبسكرايب لقناتي يرى ذهюда تنسوش عم summer